ألاف المصلين من كل الأعمار توجهوا لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بعد قيود صارمة فرضتها السلطات الإسرائيلية طوال نحو شهرين على خلفية توترات بالغة في القدس الشرقية تخفيف القيود الذي اقتصر على حامل التصاريح من الفلسطينيين دون غيرهم أعقب اجتماعا لعاهل الأردن مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ورئيس الوزراء الإسرائيلي تم الالتزام خلاله بتخفيف التوتر بين الفلسطينيين وإسرائيل والحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي المكعبات الأسمنتية التي كانت نصبت في حي العيساوية والتلة الفرنسية في شمال القدس أزيلت بعد انحسار التوتر لكن في حاجز حزمة انتلعت اجتباكات بين متظاهرين فلسطينيين والجنود الإسرائيليين قرب الحاجز شرق القدس لدى محاولة المتظاهرين الوصول إلى المدينة المقدسة الشرطة الإسرائيلية استخدمت القنابل الغازية والصوتية وأصيب عدد من الناشطين والمتضامنين جراء ذلك وفي محيط مطار قلندية تجاوز نشطاء جدار الفصل مستخدمين سلالم وحبالاً للمشاركة في فعاليات دعا لها ناشطون لتضامن مع ما يجري في القدس خالد عويس العربية اشتركوا في القناة